لا توضح الصور التي بثتها المواقع النظامية السورية لما قالت إنه تصدي مضاداتها الأرضية لصواريخا أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية من داخل الحدود اللبنانية على موقع عسكري قرب دمشق ما من شأنه أن يؤكد هذه التصريحات إلا أن أصوات الانفجارات سمعت جلية فيها فيجارات يقول بيان للقوات النظامية إنها نجمت عن سقوط بعض الصواريخ على موقع عسكري لم يحدد في ريف دمشق متحدثا عن إسقاط دفاعاته الجوية لمعظمها في المقابل يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بعض الصواريخ الإسرائيلية على الأقل أصابت مستودعا للذخائر في جمرايا شمال غرب العاصمة ويضم موقع جمرايا العسكري الذي تعرض لغارات جوية إسرائيلية في السابق مركز البحوث العلمية السوري الذي أدرجته الولايات المتحدة وفرنسا على قائمة العقوبات لاشتباههما في تطوير الترسانة الكيميائية السورية ترسانة قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن تهديدها لا يزال مثلا رغم تعهد دمشق بنزع أسلحتها الكيميائية بموجب الاتفاق الأمريكي الروسي الموقع عام 2013 جميع المؤشرات تدل على أن النظام السوري يستخدم غاز لكلور حاليا لقد فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في هذا الشأن إن تهديد الأسلحة الكيميائية لا يزال مثلا في سوريا أما إسرائيل التي كررت مرارا أنها لن تسمح في أن تتحول سوريا إلى معبر لأسلحة إلى حزب الله قد تهدد أمنها فوجهت على لسان رئيس وزرائها بن يمين نتنياهو تحذيرا مبطنا لإيران وسوريا أثناء اجتماع النادر عقدته الحكومة الإسرائيلية المصغرة في هضبة الجولان رغم تجنب المسؤولين الإسرائيليين عادة التعليق على الأنباء بشأن الغارات الإسرائيلية في سوريا ترجمة نانسي قنقر